دروس اللغة العربية لغير النعطقين بها الجزء الأول الدرس الخامس عشر الفتيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زينب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنتن يا أخوات إحداهن نحن بنات الشيخ عباس زينب أهلا وسهلا ومرحبا أمكن أستاذتي كيف حالها إحداهن إحداهن هي بخير والحمد لله زينب أين هي الآن إحداهن هي الآن في الرياض زينب متى ذهبت إحداهن ذهبت قبل أسبوع زينب من ذهب معها إحداهن ذهب معها أخونا إبراهيم زينب كيف حالكن إحداهن نحن بخير والحمد لله زينب زينب في أي مدرسة أنتن إحداهن نحن في المدرسة المتوسطة زينب متى اختباركن إحداهن اختبارنا بعد شهر زينب زينب أذهبتن إلى المدرسة اليوم إحداهن نعم ذهبنا ورجعنا تمارين أجب عن الأسئلة الآتية من أنتن أين أمكن أين بيتكن أين أخوكن أين مدرستكن أذهبتن إلى المدرسة اليوم أنث المبتدأ في كل من الجمل الآتية مثال أأنتم طلاب أأنتم طالبات أأنتم مدرسون أأنتم أطباء أأنتم إخوة حامد أأنتم أعمام محمود أأنتم أبناء المدير أأنتم أطباء 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 أمام مدرسون أ problem أين بيتكم يا إخوان؟ أين بيتكن يا أخوات؟ أين أخوكم يا إخوان؟ أين مدرستكم يا إخوان؟ متى اختباركم يا إخوان؟ أهذا عمكم يا إخوان؟ أبيتكم قريب يا إخوان؟ في أي شهر اختباركم يا إخوان؟ ضعف الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب أنت أنتم أنت أنتن أ مسلم أ مريضة أ طبيبات أ تجار أ بنت المدرس أ أخوات عباس أ طلاب ضعف الأمكنة الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب ك ك ك ك كن أين بيت؟ يا إخوان؟ أهذا كتاب؟ يا أبو يا حامد يا حامد ساعة جميلة يا ليلة من أبو؟ يا أخوات ما اسم يا أخي ما اسم يا أختي أأم في البيت ما أسماء يا إخوان ضعف الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم أنا نحن مسلم مسلمون مسلمة مسلمات بنات المدير ابن المدرس طلاب مريضة اقرأ واكتب ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع متى خرجت من الفصل يا محمد خرجت بعد الدرس ذهبت إلى المسجد قبل الأذان متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة ذهب قبل شهر أقبل الصلاة ذهبت إلى المطعم لا ذهبت بعد الصلاة أين ذهبت يا أخي أين ذهبتم يا أخي أين ذهبت يا أختي أين ذهبتن يا أخواتي أنا ذهبت نحن ذهبنا الكلمات الجديدة قبل بعد كيف متى الأسبوع الشهر الأذان الصلاة الصلاة رجع اختبار الضمائر المنفصلة للمفرد هو طالب هي طالبة أنت طالب أنا طالب أنا طالبة للجمع هم طلاب هن طالبات أنتم طلاب أنتن طالبات نحن طلاب نحن طالب شكرا